أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأما بعد قول الله تعالى وقال للذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء هي في سياق الحديث عن مجاهدة المشركين للمؤمنين أول أمرهم كانوا يريدون يريدون أن يصدونهم عن الدين ويصرفونهم عنه ثم لما عجزوا عن ذلك أتوا بأساليب أخرى وهذا حال الكافرين أو حال الإنسان الذي يصد عن سبيل الله كخطوات الشيطان يحاول قدر استطاعه بما يستطيع فإن لم يستطع انتقل إلى مرحلة أخرى فهم هنا انتقلوا إلى مرحلة أخرى وهي أنهم قالوا أننا كونوا معنا على الدين ونتحمل خطاياكم مثل ما يقول الناس بعض الناس قلوا أبد خلها عليه أو يقول إثمها علي ما عليك إنسان مثلا يريد أن يغي إنسانا مثلا بشرب الدخان أو نحو ذلك قال أبدأ نتحمله يعني يريد أن يغيه ويتحمل إثمه هو سيتحمل إثمه لا شك لكونه صده عن سبيل الله لكن الآخر لن يعفى عن الإثم لكونه فعل ذلك بإرادته وطواعيته واستجابته فهذا الزعم باطل منهم في الصد عن سبيل الله عز وجل بكونهم يقولون كونوا معنا على ملتنا ونحن نتحمل خطاياكم هذا زعم باطل لا يقبله عاقل قال الله تعالى والذين كفروا وقال الذين كفروا للذين متبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون بمعنى أنهم لن يحملونه عنهم فيعفونهم لن يستطيعوا أن يعفونهم عن هذه الخطايا إذا فعلوها نعم سيحملونها هم بكونهم صدوهم كما في الآية الثانية التي بعدها لكنهم لن ليس لهم من الأمر شيء في إعفاء أولئك عن الذنوب ويظهر أن هذا من أساليب رؤساء الكفار الذين وضغاتهم وقساساتهم الذين يريدون أن يصفون رعاء الناس وعامة الناس أو ضعفاء الناس الذين قد بدأوا في التأثر بالدين وخافوا عليهم أو منهم من أسلم من النساء والشباب أو نحو ذلك فأحاطوهم بذلك بهذه الحجة قال الله تعالى وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ لَيَحْمِلُنَّ أَيْلِكَافِرِينَ هَأُولَا أَثْقَالَهُمْ وَتَأَمَّلُوا إِخْوَانِي التعبير عن الخطايا بالأثقال فهي في الدنيا خطايا تكتب عليه وهي في الآخرة أثقالاً يحملون همها وشقاءها وعنتها وعذابها في النار قد لا تقول أثقالاً حقيقية على ظهورهم لكنها أثقالاً في ميزان سيئاتهم وأثقالاً عليهم في العذاب في النار عياذاً بالله وتصوروا كيف يكون شأن الإنسان وهو يحمل هذا الهم العظيم وهذا هذه الأثقال من السيئات المضاعفة ولذلك قال وأثقالاً مع أثقالهم مع أنهم عجزوا عن حمل سيئاتهم وأنها أثقال عليهم إلا أنها تضاعف عليهم أثقالاً مع أثقالهم ما هذه الأثقال التي ضعفت عليهم؟ هي أثقال من أظلوهم عن سبيل الله ودعوهم إلى الكفر أو أثقال أو أثقال الذين صدوهم عن الإسلام فليست فقط هي أثقال من صدوهم بل هي أثقال من دعوهم إلى الكفر وصدوهم عن سبيل الله عز وجل قال الله وَلَا يُسْأَلُنَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ما الذي كانوا يفترونه؟ الذي كانوا يفترونه بشركهم وزعمهم لأصنامهم بأن لها مال الله عز وجل من الأمر والشفاعة والضر والنفع ونحو ذلك أو كانوا يفترون بالكذب على هؤلاء الضعفاء أو على هؤلاء المتبوعين بأن هذا الدين دينهم أي الكفر هو الحق وأنهم على الحق وأن هذا ما كان عليه أباؤهم وأجدادهم ثم قال الله عز وجل وَلَقَدْ أَرُسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّفَانُ وَهَمْ ظَالِمُونَ هذه الآية أيها الأخوة ما مناسبتها في سياق الحديث عن فتنة المؤمنين وصبرهم على أذية الكافرين نعم أحسنت هو ضرب للمثل للمؤمنين يعني أنت حينما تريد أن تواسي إنسانا ستذكره بمن هو أشد منه بلاءا تقول يا أخي اذكر فلان أو انظر إلى حال فلان كيف ابتلاه الله تعالى بكذا صبر فكيف يكون ذلك سببا يعني تخفيفا عليه فالله تعالى من رعايته وعنايته بالمؤمنين الذين يواجهون البلاء من الكافرين والنبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم وذلك بما يلقيه من شدة في التكذيب تكذيب قومه وعنادهم وكبريائهم يذكره الله ويذكر المؤمنين بنوح عليه السلام الذي أرسله الله إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما من يتصور أيها الأخوة أن يصبر على أذى أناس وكفرهم وإنادهم واستخفافهم ألف سنة من يستطيع أنت لو جلست يوم واحد يوم واحد مع أناس يستخفون بك ويستهزئون بك ويسخرون ويعاندون ربما لم تصبر يوم واحدا فكيف بألف سنة إن ذلك لمن العزم ولهذا قال الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ومنهم نوح عليه السلام فأعظم ما أعظم هذا الصبر الذي يذكر الله تعالى به في حال أنبياءه والله إنه لمن أعظم ما يؤنس المؤمن في أي بلاء يصيبه وفي أي فتنة يواجهها فيصبر وإن طال به الزمن لا يقول والله طال به الوقت أيوب عليه السلام بقي في مرضه كم سنة ثمانية عشر سنة وغيره وغيرهم من أنبياء الله والصالحين صبروا سنين طوال على ما أصابهم من البلاء والمحنة في أمر الله عز وجل وفي دينه صبروا وكانت لهم العاقبة قال الله فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما لاحظوا أنه غير بين السنة والعام ما الحكمة ما السر ألف سنة ما قال إلا خمسين سنة لماذا غير هنا بين السنة والعام في دلالة على حال نوح عليه السلام وما يوجهه نعم نعم حسنت يعني لعل هذا والله أعلم يشير إلى أن السنة في الغالب في عادة لفظ القرآن أنها في الجذب والشدة فكأنه واجه منهم هذه السنين كلها سنة يعني شدات وبلاء لم يجد منهم ولا فترة من فتراته فيها شيء من الاستجابة يعني أنهم بقوا طيلة رسالته كفارا حتى دع الله عليهم بأن يستأصلهم وهذا لا شك يعني أي بلاء هذا يعني إنسان يصبر ويصبر ويصبر حتى يظفر هذا أخف لكن إنسان يصبر ويصبر ولم يجد نتيجة عمله كيف ما يصيبه اليأس إلا أن يكون مؤمنا بالله واتقا به متوكنا عليه فهذا معنى والمعنى الآخر أنه للتغاير وخفة النطق باللسان فيها والله أعلم وعدم التكرار قال الله تعالى فأخذهم الطفان وهم ظالمون يعني هنا أجمل الله تعالى قصة نوح لماذا لأن العبرة هي تذكير بمدة لبث نوح عليه السلام تأييد للمؤمنين وتأكيد على صبرهم ويقينهم قال الله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين هذه العاقبة هذه العاقبة التي تذكر الله تعالى فيها المؤمنين بأن الله منجيكم كما أنجى نوح كما أنجى نوح من قومه وبلائهم بعد ألف سنة إلا خمسين عاما فكأن الله تعالى قال أصبروا وإن طال بكم الزمن فإن الله منجيكم كما أنجى الله نوح عليه السلام بعد ألف سنة فهذا يؤكد لنا سنة إلهية يا أخواني من صبر ظفر والعاقبة للتقوى فالإنسان إذا ابتلي يا أخواني وإن طال به الزمن ينبغي أن ينتظر الفرج إن مع العسر يسر هكذا كان سنة الله عز وجل جعل مع العسر يسر ولن يغلب عسر يسرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين ذكر الله تعالى السفينة آية للعالمين هنا لتكون عبرة للكافرين هؤلاء المستكبرين الذين طغوا وتهديداً لهم بأن الله سيصيبهم سيعذبهم كما عذب أولئك أولئك الذين أغرقهم الله وأنجى الله نوح ومن معه من المؤمنين وهي عبرة للمؤمنين حينما يشاهدونها أو يشاهدون أمثالها بتذكر نصر الله عز وجل لنوح وسفينة نوح بقيت آية للعالمين إلى صدر هذه الأمة إلى صدر هذه الأمة ويقال أن شيئاً من آثارها موجود الآن لكن الله أعلم بصحته لكن اليقين أن الله أبقاها إلى صدر هذه الأمة كما قال بعض السلة آية للعالمين آية للعالمين ليظهر لهم صدق ما أخبر الله به من الطوفان وأنه قد وقع حتى لا يقال أنه قد يكون ماء جرفهم أو شيئاً من ذلك فيكذبون آيات الله عز وجل فجعل هذه علامة على هذا الطوفان الذي وقع قال الله سبحانه وتعالى وإبراهيم إذ قال لقوم يعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ما مناسبة ذكر إبراهيم عليه السلام بعد نوح عليه السلام ما الجامع بينهما بالعزم وأيضاً ما لاقى من قومه جيد أحسنت وهو أبو الأنبياء نعم وبجامع أيضاً النجاة في جامع النجاة في قوله بعد ذلك في قوله عز وجل فما كان نعم فأنجاه الله من النار فأنجاه الله من النار فتأملوا إخواني الكرام أن الله سبحانه وتعالى ذكر موقفين من مواقف النجاة العجيبة التي هي من عجاز الله عز وجل ومعجزاته وأياته الباهرة في قدرته على نجاة المؤمنين النجاة الأولى في نجاة نوح بالسفينة وهي معجزة له ولغيره من العالمين كما قال الله غاية للعالمين ونجاة نوح إبراهيم عليه السلام من النار التي ليس من الطبيعة أن ينجو منها أحد فكان هذا أعظم عبرة للمؤمنين في أن الله سبحانه وتعالى سينجيهم بأي سبيل وأنهم لا يسدون على أنفسهم منافذ النصر والنجاة مهما تمكن الكافرين ونحن نرى يا أخواني سطوة الكافرين ونحن نرى دولتهم وملكهم لا يغرنا أننا نقول والله كيف يأتي النصر هؤلاء لهم الحكم ولهم الدولة ولهم السلطة وعندهم السلطان والسلاح كيف ينتصر المؤمنون المستضعفين وهم جرد من السلاح نقول أمر الله تعالى كائن وقادر سبحانه وتعالى أن ينجيهم بأيسر سبيل بأيسر سبيل ولو أن الله عز وجل أرسل آية من آياته على أولئك الظالمين لا قصمهم قصم ظهورهم كسر شوكتهم هذه دول الغرب أيها الأخوة بهيمانها قوتها وسطوتها والله ليست عند الله بشيء لو أراد أن يقلبها بآية من آياته كن فيكون لو أن الله سلط عليهم البحر كما رأينا من آيات من آياته سبحانه وتعالى عدد في عدد من الدول الكبرى أن الله سلط عليهم عصير البحر فأغرقتهم هذه آية يريهم الله تعالى قدرته ولو أشاء لغرقهم لحظة من نهر فيجب أيها الأخوة أن يستيقن في نفوسنا ونفوس المؤمنين أن الله قادر سبحانه وتعالى على أن جاء المؤمنين بأي سر سبيل وبأعظم قدرة يريدها وبأعظم أقرب سبيل يريده سبحانه وتعالى قال الله تعالى في إبراهيم انتقل على الحديث في محاجتهم رجوعا في المجادلة مع المشركين فإن هذه السورة فيها مجادلة المشركين في مقابل تطمين المؤمنين وتأييدهم والأمر بصبرهم الأمر بصبرهم وجهادهم قال الله تعالى إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا أي أوثانا لا إدراك لها ولا تصرف لها كيف تعبدونها تعبدون شيئا لا يتحرك ولا ينفع ولا يضر أوثانا مجرد أوثان قال وتخلقون إفكا ما معنى تخلقون إفكا ها تخلقون إفكا لا بماذا نعم يعني تختلقون الكذب المفترع على هذه الأصنام بأنها لها قدرة وبأن لها تصرف وبأن فلانا شفية بعد أن تقرب إليها وبأن يختلقون القصص والأحاديث عن هذه الأصنام ليعظمها الناس وتخلقون إفكا أي تتعمدون الكذب بقصد تعظيم هذه الآلهة وتقريب الناس لها قال الله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا في بيان هنا إبطال لما كانوا يطمعون منها ولما أشركوها فيها مع الله عز وجل وبيان أن أظهر أو من أظهر العبادة طلب الرزق من المعبود وبأن أظهر أنواع العبادة طلب الرزق من المعبود والتوكل عليه في ذلك والتوجه إليه في طلبه قال الله تعالى لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق هم يعترفون ويقرون بأن الرزق من الله فكأن الله تعالى يقول كيف تعبدون هذه والرزق عند الله وفي السماء رزقكم وما توعدون فقال الله فابتغوا عند الله الرزق أو أن هذا الحديث عن إبراهيم لقومه فابتغوا عند الله الرزق كأنه يقول الرزق هو عند الله فقط فلا تطلبوه ولا تبتغوه من غيره واعبدوه شكرا له على نعمته ثم قال واشكروا له الشكر له سبحانه وتعالى بالازدياد من طاعته لأن شكرتم لا أزيدنكم قال الله تعالى إليه ترجعون في التذكير هنا برجوعهم إليه وأنهم صائرون إلى الله عز وجل ثم قال الله وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين هذه الآية إما أن تكون من قول إبراهيم لقومه أو تكون استطرادا من كلام الله عز وجل في مخاطبة المشركين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن كانت من قول إبراهيم فالمعنى أنه يقول لهم وإن تكذبوا يعني قومه فقد كذب أمم من قبل لكم مثل إيش نوح عليه السلام وما على الرسول يقصد نفسه ما على الرسول لكنه جاء بلفظ الرسول لإفادة بأن بأنه مبلغ من الله تعالى وأنه لا يأمرهم من تلقاء نفسه وإنما هو مرسل من الله قال وما على الرسول إلا البلاغ المبين وهذا يبين لنا أيها الأخوة أن اليسان مأمور فقط بالبلاغ إن عليك إلا البلاغ إن كذب الناس أو آمنوا صلحوا ما صلحوا وهذه ليست العبرة ليست هي العبرة في الدعوة الدعوة العبرة فيها البلاغ قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ثم إن كان الحديث في الآية عن الله من الله للمشركين المشركي مكة فالمعنى وأن تكذبوا محمدا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول أي محمد إلا البلاغ المبين ثم قال الله أيضا خطابا من الله المشركين أو لم يروا كيف في قراءة تروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير هذا في تضمين مجادلتهم إثبات البعث الذي ينكرونه وفيه دليل على أن قوم إبراهيم كانوا ينكرون البعث إن كان الخطاب من إبراهيم عليه السلام قال الله يبدئ الخلق ثم يعيده إشارة إلى تجدد الخلق ومعنى تجدد الخلق أنه ينشأ جيل بعد جيل يعني خلق الله يتجدد والناس يرونهم يرون تجدد خلق الله فليس خلق الله ثابت بمعنى في بقائه بل إنه يتجدد ثم يزول ثم يذهب ليثبت للمخلوقين ولهؤلاء أنهم صائرون إلى الله وأنه كما بدأهم يعودون فقال الله ثم يعيده يبدأ الخلق ثم يعيده فالإعادة الثانية فالإعادة هنا ليس المقصود به أنه عود الخلق مرة بعد مرة وإنما العود بالبعث بعد الموت قال الله إن ذلك على الله يسير ما هو الذي على الله يسير الإعادة الإعادة أيسر على الله وكلها يسير لكنها في في دلالة العقل العود أيسر من الإنشاء الجديد عود الشيء أيسر من الإنشاء الجديد لأن الإنشاء الجديد ينشأ بصورة جديدة أما العود فهو منشأ من صورة سابقة فالعود أسهل لذلك قال الله تعالى وهو أهون عليه مع أن كلا الأمرين هين على الله تعالى لكن السياق جاء في محاجتهم ومخاطبتهم بالأمر العقلي الذي يدركونه قال الله قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشأ النشأة الآخرة هذا انتقال في الاستدلال بما هو مرأة منهم إلى الاستدلال بما هو بعيد عنهم بما هو بعيد عنهم بالسير ولماذا أمرهم بالاستدلال بما هو بعيد عنهم ولم يكتفي بما هو بمرأة منهم يتجدد أمام عيونهم لأن الإنسان في الشيء الذي يتجدد أمام عينه يغفل عنه ويتبلد إحساسه فيه كما يقال كثرة المساس تميت الإحساس فكونهم يرونه مشاهداً أمام عيونهم لا ينتبهون إلى حكمته ولا يتأملونها ولا يتدبرونها وإنما أقرب إلى التدبر والتفكر أن الإنسان ينتقل من مكان إلى مكان فيرى أشياء متجددة فيتفكر فيها ما سر هذه الإنسان إذا رأى شيء جديد لا شك أنه يتبصر فيه ويتفكر وينظر ما سره ما سببه كيف أتى وهكذا فالله سبحانه وتعالى أمر بالسير في الأرض لينظر مخلوقاته المتجددة وأياته المشاهدة ما هي آياته آياته في البحار والجبال والسهول وسائر المخلوقات وتنوعها والليل والنهار والشمس والقمر سيرونها عياناً بياناً وتختلف عليها أوضاعهم بحسب أماكنهم فيها والشتاء والصيف وأيضاً الزروع والنبتات وأنواعها كل ذلك لا يكون إلا بالتنقل وهذا يبين لنا أن الإنسان أيها الأخوة إذا انتقل من بيئته اكتسب علماً جديداً وخبرةً أوسع وتسع أفقه أكثر من كونه اكتسب المعرفة في بيئته فقط قال الله سبحانه وتعالى ثم الله ينشؤ النشأة الآخرة والمقصود بالنشأة الآخرة هي البعث بعد الموت وقال الله سبحانه وتعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون السر هذه الآية أنه ذكر ما تشتمل عليه النشأة الآخرة ماذا تشتمل عليه النشأة الآخرة؟ قال الله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون ولم يقول ترجعون لماذا؟ لإشارة إلى أنهم سيرجعون رغم أنوثهم وأن ذلك لا ليس لهم به سلطان ولا تصرف فهو كأنه قال ترجعون رغم أنوثكم وبقدرة الله عز وجل ليس لكم فيه تصرف ولا تمنع قال الله وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير هذه الآية في بيان عدم انفلاتهم وسبقهم عن أمر الله عز وجل في البعث أين يتصرفون؟ أين يذهبون من أمر الله وقدرته وأمره وبعثه وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء أي ليس لكم قدرة أين تذهبون في الأرض وفي السماء وفي السماء الأمر أمر الله قال الله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والفرق بين الولي والنصير ما الفرق بينهما ما الفرق بين الولي والنصير الولي القريب الذي يستشفع يستشفع والنصير هو المدافع النصير هو المدافع فهم ليس لهم أحد يشفع لهم وليس لهم أحد يدافع عنهم وليس لهم أحد يدافع عنهم فهي قد أغلقت عليهم منافذ النجاة والهرب والانفلات من أمر الله عز وجل وبعثه ثم أكد الله تعالى ذلك بآية التي بعدها قال والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمة وأولئك لهم عذاب أليم يعني هنا بيان بعد أن يئسوا من النصير من الهرب ويئسوا من الولي ويئسوا من النصير يئسوا أيضا من رحمة الله لماذا؟ لأنه قال والذين كفروا بآيات الله ولقائه قد كفروا ليس لهم عند الله عز وجل أمر يشفع لهم بأن يدخلوا في رحمته من إيمان أو عملا صالح قال الله أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم هنا انتهت مجادلة مشركين عاد السياق إلى الحديث عن إبراهيم عليه السلام قال الله فما كان جواب قومه لاحظوا قوله فما كان جواب قومه يعني كأنه قال فما كان جواب قومه إلا قالوا اقتلوه وحرقوه لم يكن من جوابهم محاورته ملاينته موافقته ولو شيء يسيرا ليس لم يجد منهم موافقة البتة ولا مناقشة في الأمر أو قبول فيه ولو شيء يسيرا ما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه وحرقوه يا ذنب الله كان ذلك أمر فقط الجواب هو خلافهم في القضاء عليه بعضهم قال نقتله وبعضهم قال نحرقه ومن الغلب الذي قالوا سنحرقه ولذلك قال الله فأنجاه الله من النار هذا موضع الإبراح هنا في الآية فأنجاه الله من النار كأن في هذا أي الأخوة درس للمؤمنين الذين يواجهون أعداء الله والفتنة في دينهم أو يواجهون البلاء في دعوتهم من الدعاة أن الله سيمكن لهم وسينجيهم من بلاء قومهم فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فهي عبرة للمؤمنين طيب لماذا هي آيات ولم يقل آية ما هي الآيات هنا ما هي الآيات التي حصلت بإن جاء الله عز وجل إبراهيم من النار أعطوني إياها إيش أن الله جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم هذه آية وآية إيش بيان قدرة الله عز وجل وبيان إكرام الله لإبراهيم وإبطال شأن الكافرين الذين حاجوه وهو عبرة للمكذبين والبيان العاقبة للمتقين وكل ذلك آيات من آيات الله عز وجل في نجاة إبراهيم عليه السلام وفيه بيان أيضا أن المخلوقات كلها وسخرة بأمر الله فالذي سخر النار جعلها بردا وسلاما قادر على يسخر لعباده المؤمنين كل أمر ينجيهم به أو يؤيدهم به قال الله سبحانه وتعالى لآيات لقوم يؤمنون ولم يقل لآيات للمؤمنين ما الفرق بينها في القرآن كثيرة هذه ونستفيدها من هذا التعبير لآيات لقوم يؤمنون أو لآيات للمؤمنين نعم ألا في معنى آخر جميل هذا معنى لطيف يعني أن هذا آيات لقوم يؤمنون أما أولئك القوم فقد كذبوا مع ما رأوا من آيات الله عز وجل هذا معنى جميل جزيك الله خير وأيضا في معنى آخر أنتم فهمتوا ذكر الآخر يعني هو قال الآيات لقوم يؤمنون وهؤلاء القوم قوم إبراهيم لم يؤمنوا فهم لم يعتبروا بهذه العبرة وقوم إبراهيم لقوم إبراهيم والله هذا قد لا يظهر راضحا هم ذكروا معنى فضل مثل ما ذكر الله لعل هذا هذا جيد لقوم يؤمنون لقوم يؤمنون أي الذين تمكن فيهم الإيمان حتى صاروا قوم الإيمان كأنهم أصبحوا قوم الإيمان انتسبوا إلى الإيمان انتساباً تمكن مثل ما يقال قوم كذا أو أصحاب كذا يعني انتساباً إليه فهم قد أصبحوا قوم الإيمان أو أصحاب الإيمان برسوخ الإيمان في قلوبهم بهذه الآيات التي شاهدوها وعلموا بها قال الله سبحانه وتعالى قال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا هذا متى جداله إياهم قبل النجاة أو بعده الظاهر أنه بعده أنه السياق يدل على ذلك قال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ما معنى مودة بينكم في الحياة الدنيا يعني أن هذه الأصنام التي تعبدونها تناصرتم وتواديتم في الولاء لها فتمسكتم وأن هذا من أعظم أسباب تمسكهم بها وعدم فكاكهم عنها تأييد بعضهم لبعض هذا الذي جعلهم يستمسكون بهذه الأوثان وإلا قد يكون بعضهم يقتنع بأن هذه لا تنفع ولا تضر لكن لما رأى صرار قومه واجتماعهم عليها كما قال الله إن وجدنا أباءنا على أمه وإننا على آثارهم مقتدون أو مهتدون في آية الأخرى فهم سبب بقائهم ليس اقتناعهم بها حقيقة هالغالب وإنما لكونهم رأوا الناس على ما هم عليه وتآلفوا عليه واجتمعوا عليه قال الله عنهم أو قال إبراهيمنا ثم يوم القيامة يلعن بعضكم بعضا عوذ بالله انظروا إلى هذه المودة التي توادوا عليها وأصروا عليها وتمسقوا بها واجتمع عليها يوم القيامة يتلاعنون بسببها ثم يوم القيامة يلعن بعضكم بعضا وبثل ذلك قول الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقوله ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلان خليلا فهذا يدل على أن كل علاقة في الدنيا زائلة في الآخرة وأنها سبب للبغضاء ليس فقط زائلة بل هي سبب البغضاء واللعن والشتم في الآخرة يشتم بعضهم بعضا ويلعم بعضهم بعضا في النار ما أشد هذا أصحاب في الدنيا بأقرب ما يكون ثم يوم القيامة أبعد ما يكون من الفرقة والشتام واللعن وأما المؤمنون فهم أنصار في الدنيا أنصار في الآخرة أخلاء كما قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين قال الله عز وجل وما لكم ومأواكم النار تأكيد أنكم بهذا مأواكم أي مسكنكم ومقركم النار عياذا بالله فبئس ومواكم النار وما لكم من ناصرين وما لكم من ناصرين يوم أن تناصرتم في العداء والكفر والإشراك وأذية نبيه فإنهم يوم القيامة ليس لهم ناصرين قال الله فآمن له لوط وهذا يبين ماذا أنه لم يؤمن بإبراهيم إلا لوط عليه السلام طيب أين أمرأة إبراهيم هي مؤمنة أحسنت السياق هنا في ذكر القوم والأصل في القوم أن يكون في الرجال فآمن له لوط أي من الرجال من الرجال قومه وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم هذه قوله فآمن له لوط يدل على مبادرة لوط عليه السلام بالإيمان لأن الفاء للتعقيد وقال إني مهاجر إلى ربي هذه أول هجرة في الدين أول هجرة بأمر الله وهي أول هجرة لأجل الدين أول هجرة لأجل الدين ولذلك قال الله تعالى مهاجر إلى ربي ومنه نأخذ أن الإنسان إذا لم يجد في بلده مكاناً وسبيلاً إلى إقامة أمر الله وعبادته فالأولى له أن يهاجر وهذا ينطبق ويقع على أولئة إخوان الذين يعني يسكنون أو يعملون في بلاد الغرب ويجدون من البلاء ويجدون من الضيق أو يجدون من الصوارف عن دين الله ما يصرفهم عن قيمة دين الله عز وجل فواجب عليهم أن يهاجروا بدينهم ويحموا أنفسهم وأولادهم مما يجدونه من البلاء قال الله تعالى إنه هو العزيز الحكيم أي في نصرته وأمره ثم قال الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب هذا مجازات لإبراهيم عليه السلام مجازات لإبراهيم على عوضه الله خيراً منه مما تركه من ترك شيء لله عوضه الله خيراً منه ترك قومه فعوضه الله وهب له هؤلاء الأنبياء وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب هذا يبين أن كل نبي بعد إبراهيم فهو من سلالته كل نبي بعد إبراهيم فهو من سلالته وكل كتاب بعد إبراهيم راجع إلى ملته كل كتاب بعد إبراهيم راجع إلى ملته قال الله وآتيناه أجره في الدنيا ما الذي آتاه الله أجره في الدنيا أن جعل له ذكراً حسناً وأن الله أبقى ملته في العالمين إلى يوم الدين وأيضاً تحقيق نشر التوحيد الذي كان سبيلاً له وقاء نسله والنبوة فيه وأيضاً تحقيق دعوته أو استجابة دعوته نصرته على أعدائه إلى غير ذلك وإنه في الآخرة لمن الصالحين أي لمن من كمل صلاحه وجزاؤه عند ربه ولذا قال وإنه لمن الصالحين هذا التأكيد في إن واللام مؤكدة على كمال أجره في الآخرة كما كمل حاله في الدنيا نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم بإذن الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والهدى وأن يجعلنا جميعاً من الصالحين في الدنيا وفي الآخرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجسنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجسنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبداً صادقاً مؤمناً أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر